نتابع الآن كلمة المندوبة اللاصيني في مجلس الأمن بعد كلمة البوليفي وقبلها البريطاني والفرنسي وفي سوريا شهدنا استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في حالة عدة وتؤيد بلاد عمل منظمة حضر الأسلحة كيميائية وكيانات الأمم المتحدة في سعيها إذا إجرأي تحقيق شامل وعادل وموضوعي في كل الحوادث وأؤكد كل الحوادث التي شهدت استخدام المواد الكيميائية كأسلحة استنادا إلى أدلة قاطعة واستنتجات حاسمة ونهائية لن تتغير بمرور الوقت لابد وأن نسائل كل الأطراف التي انخلطت في أو ضلعت في استخدام الأسلحة الكيميائية وهي حالة أدت إلى مفر الكثير من البرياء وتعبر بلاد عن تعاطفها مع شعب السوري على معاناته ونذكر كل الأطراف السورية بضرورة وضع حد لهذا النزاع فالتسوية السياسية هي سبيل الوحيد للخروج من مشكلة أو الأزمة السورية لابد أن تقوم كل الأطراف بتوفير ظروف المؤتية للتسوية السياسية بدلا من السعي إلى تأجيج المشاكل ووضع العوائق وتأمل بلادي أن يقوم المجتمع الدولي بالاستفادة من الفرص نادرة الناتجة عن التسوية السياسية واستمرار المحادثات بغية دعم الجهود الوساطة اللي يطلع بها الأمم المتحدة ويطلع بها المبعوث الخاص سيد ديمستورا ودعوة كل الأطراف إلى توطيد وقف إطلاق النار وبناء الثقاء المتبادلة والالتزام بمحادثات جنيف بقيادة المملكية السوريتين ودفع قدما لتحقيق النتائج من خلال هذه العملية السياسية تعد مكافحة الإرهاب المسألة الأساسية في الساحة السورية وبلادي عززت من تعاونها ومع الحكومات المختلفة وسعت إلى محاربة المجموعات الإرهابية المدرجة على قوائم المجلس نهاية لن نقبل بأن تقوم المملكة المتحدة بتشويه موقف الصين ونأمل أن يراجع وفد المملكة المتحدة موقفه وأن يسعى للتعامل بشكل يتماشى مع التوافق الدولي بحيث يتجنب إساءة استخدام مجلس الأمن فإذا استمر في ذلك لن يكون هذا في مصلحة شعب السوري وأمل أن يمتنع وفد المملكة المتحدة عن هذه الأفعال في المستقبل شكرا